اشتركوا في القناة الاقتصادي والاجتماعي في آخر العام السابع من البعثة والأحداث التي تلت ذلك اشتد المشركون على المسلمين كأشد ما كانوا حتى بلغ المسلمين الجهد واشتد عليهم البلاء واجتمعت قريش في مكرها أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية يعني وصلت بهم القضية إلى محاولة تصفية النبي صلى الله عليه وسلم وقتل كل من يدافع عنه فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب وبني هاشم يعني عائلته وأولاد عمه وأمرهم أيدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم وهو واد بين جبلين ويمنعوهم ممن أراد قتله فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم يعني الكل اجتمعوا لحماة النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من بني هاشم وبني المطلب والكافر منهم دخل حمية فمنهم من فعله حمية ومنهم من فعله إيمانا ويقينا فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا أمرهم ألا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل وكتبوا في مكرهم صحيفة وعهودا وموافق لا يتقبلوا من بني هاشم ومن حالفهم أبدا صلحا ولا يأخذهم بهم رأفا حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل فإذا اجتمعت بطون مكة وتحالفوا فيما بينهم على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل وفي رواية على أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوا منهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم مقاطعة اجتماعية اقتصادية لا بيع لا شراء لا زواج لا اتصال لا علاقات ولا يدعوا سببا من أسباب الرزق يصل إليهم يمنعون أي الموارد الاقتصادية أن تصل إليهم ولا يقبلوا منهم صلحا ولا تأخذهم به رأفة ولا يخالطوهم ولا يجالسوهم ولا يكلموهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ثم علقوا الصحيفة التي كتبوا فيها هذا البهتان في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم الآن دخل المسلمون وبن هاشم وبن المطلب الشعب ونصبوا خيامهم وحاصرتهم قريش تمنع عنهم الأكل والشرب وما إلى ذلك واشتد الحصار على الصحابة وبني هاشم حيث استمر الحصار ثلاث سنوات ممنوعين من الأطعام والشراب والاجتماع بالناس حتى اضطروا إلى أكل ورق الشجر حتى جهدوا من ضيق الحصار وأكلوا ورق السمر والسمر هو شجر صحراوي صغير الورق والشوف وأصبح أطفالهم يتضاغون يعني يبكون بصوت عالم من الجوع حتى يسمع بكاؤهم من بعيد وأصيبوا بظلف العيش وشدته إلى حد أن أحدهم يخرج ليبون فيسمع بقعقعات شيء تحته يعني يسمع قعقعات طرطقة فإذا هي قطعة من جلد بعير فيأخذها فيغسلها ثم يحرقها ثم يسحقها ثم يستقفها ويشرب عليها الماء فيتقوى بها ثلاث أيام وكانت قريش تحول بينهم وبين التجار فإذا جاء تاجر من خارج مكة وخرج إليه أحد من بني المطالب أو بني هاشم أو المسلمين يريد أن يشتري رفعوا بسعرها أضعافا مضاعفة واشتروها ومنعوه من شرائها وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرا وكانوا لا يخرجون من الشعب لاشتراء الحوائج إلا في الأشهر الحرم وهي الأشهر التي منع فيها القتال عند العرب وكانوا يشترون من العير التي ترد مكة من خارجها ولكن أهل مكة كانوا يزيدون عليهم في السلعة قيمتها حتى لا يستطيعون شراءها وكان حكيم بن حزام وهو خارج الشعب وخالته خديجة بن خويل رضي الله عنها يحمل قمحا إلى عمته أو عمته قديجة وقد تعرض له أبو جهل مرة فتعلق به ليمنعه فتدخل أبو البخدري بن هشام وصال مشادة بينهم واستطاع أن ينفذ الجمل المحمول ومحمل بالقمح إلى عمته وكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم ناموا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعض خلوشهم فيرقد عليها يعني يفديه بأولاده رحمه الله ومع كل هذا القهر الذي نزل بالمسلمين كانت التعليمات من الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يواجهوا العدو وأن يضبطوا أعصابهم فلا يشعلوا فتيل المعركة أو يكونوا وقودها وإن أعظم تربية في هذه المرحلة هي صبر أبطال الأرض على هذا الأذى دون مقاومة ففي هذا الحصار حمزة وأبو بكر وعثمان وعمر وغيرهم رضي الله عنهم سمعوا وأطاعوا فلقوا كل هذا الأذى وهذا الحقد وهذا الظلم فكفوا أيديهم وصبروا ليس على حدثة واحدة فقط أو يوما واحدا فقط بل ثلاث سنوات أو ثلاث سنين عجاف تحترق أعصابهم ولا يسمح لهم برمية سهم أو شجة رأس فلما كان رأس ثلاث سنين قيض الله سبحانه وتعالى لنقض هذه الصحيفة أناسا من أشراف قريش وكان الذي تولى الإنقلاب الداخلي لنقض الصحيفة هشام بن عمر الهاشم فذهب إلى صديقه زهير بن أمية المخزومي وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب يعني هو أبو صهر بني هاشم فقال له يا زهير أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت أخوالك محاصرين أنت تأكل وتشرب لا يبتعون ولا يبتعوا منهم ولا ينكحون ولا ينكحوا إليهم أما إني أحلف بالله لو كان أخوال أبي الحكام بن هشام يعني أبو جهل ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا لو كان أخوال ما كان أخوالك ما كان سمح بذلك قال ويحك يا هشام فما أصنع إيش نعمل أنا معك أنا مؤيدك فيما تقول كيف ماذا أفعل إنما أنا رجل واحد والله لو كان معي رجل آخر لقمت بنقضيها لو في واحد ثاني فقال له قد وجدت رجلا قال من هو قال أنا فقال زهير أبغنا ثالثا فلنحصل واحد ثالث فذهب إلى المطعم بن عدي فقال له أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد المطلب وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيهم أما والله لو أمكنت أموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم سراعا قال ويحك فماذا أصنع إنما أنا رجل واحد قال قد وجدت لك ثانيا قال من قال أنا طبعا عملية في السر في الليل واحد واحد لقاء فردي فقال أبغنا ثالثا فقال قد فعل قال من قال زهير بن أبي أمية فقال أبغنا أو أبغنا رابعا فذهب إلى أبي البختوري بن هشام فقال له نحو ما قال للمطعم بن عدي فقال له ويحك وهل نجد أحدا يعين على ذلك قال نعم زهير والمطعم وأنا قال أبغنا خامسا فذهب إلى زمعة بن المطالب بن أسد فكلمه وذكر له قرابته وحقهم فقال له وهل على هذا الأمر الذي تدعونني إليه من أحد قال نعم ثم سمى له القوم فاتعدوا واتفقوا ووضعوا خطة واتفقوا أن يذهبوا إلى خطم الحجون منطقة في أعلى مكة فاجتمعوا هناك وأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها انظروا قيمة التخطيط والتنظيم فقال زهير أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم جال سين في نواديهم وغدا زهير بن أبي أمية عليه حل ثوب فطاف بالبيت سبعا ثم أقبل على الناس فقال أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبن هاشم هلك لا يبتعون ولا يبتع منهم والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة فقال أبو جهل وكان في ناحية المسجد كذبت والله لا تشق فقال زمعة ابن الأسود أنت والله أكذب ما رضينا كتابتها حين كتبت فقال الأبو البختري صدق زمعة لا نرضى ما كتبت فيها ولا نقر به فقال المطعم بن عدي صدقتما وكذب من قال غير ذلك نبرأ من الله منها ومما كتب فيها فقال هشام بن عمر نحوا من ذلك فقال أبو جهل هذا أمر قضي بليل يعني أصبح أخذوا المجلس من كل نواحيه كل واحد جلس في زاوية وأظهروا كأنما هناك إجماع في هذه المسألة ووضعوا أبا جهل وسادة قريش في الزاوية فأسقط الأمر من أيديهم فقال أبو جهل هذا أمر قضي بليل وتشور فيه في غير هذا المكان فكان أبو طالب جالس في ناحية المسجد لا يتكلم وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها فقال لهم أبو طالب لقد أخبرني ابن أخي أن الأرض وهي حشرة أكلت الصحيفة وأكلت ما فيها من جور إلا باسمك اللهم فإن كان ما يقول صحيحا فالله كفانا إياكم وإلا فادونكم ابن أخي ففعلوا به ما تشاءون فذهبوا إليها فوجدوها قد أكلتها الأرضة إلا باسمك اللهم طبعا بعد ذلك فك الحصار وخرج الناس من الشعب بعد أن ذاقوا من الجوع والعذاب ما جاعوا من ناحية أخرى ومن جوانب أخرى كانت الدعوة الإسلامية في مناطق أخرى تحقق انتصارات رائعة في الحبشة وفي نجران وفي أزد شنوءة وفي دوس وفي غفار فكانت تتم في خط واضح وسيكون سندا للإسلام والمسلمين وتكون مراكز قوة يمكن أن تتحرك في اللحظة الحاسمة وكانت امتدادات للدعوة تجاوز حدود مكة الصلدة المستعصية تجاوز حدود مكة الصلدة المستعصية تجاوز حدود مكة الصلدة المستعصية تجاوز حدود مكة الصلدة المستعصية